ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن معكم والتي عكست معدن أهل البحرين وأكدت على ما عرفت به مملكة البحرين من حب لعمل الخير وضربت أروع صور الفزعة التي قدمها أبناء مملكة البحرين ليؤكدون جميعا على الموقف الثابت والواضح لهم تجاه القضية الفلسطينية هذا الموقف الإنساني لمملكة البحرين له تقدير كبير وتاج على رؤوسنا ولن ننسى هذا الموقف الإنساني إن كان من القيادة الرشيدة أو من كل شعب البحرين الشقيق على أمل أن نلتقي وإياكم في يوم من الأيام نأمل أن يكون قريب وقريب جدا في الأقصى المبارك لنصلي سويا ونحن منتصرين بإذن الله مملكة البحرين ممثلة بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حرصت في جميع مشاريعها الإيقاثية في العالم أجمع وخاصة في فلسطين على تقديم المساعدات لاستمرارية المنفعة وتنمية الإنسان أنت كنت أهلي في البحرين أول من فزعتهم لأهل فلسطين ولأهلنا في غزة على أمل أن نقوم بالوفاء بجزء من كل المواقف هذا ليس بغريب المؤسسة الملكية الإنسانية الخيرية الإنسانية لها باع طويل ومنذ عدة سنوات لمساعدة أهلنا في غزة يعني لا ننسى المدرسة في غزة التي تم بنائها بتوجيه من جلالة الملك ولا ننسى المصنع للأطراف الإصطناعية ولا ننسى مكتبة القدس اللي كان إلى الشرف هذا الدكتور مصطفى افتتحناها في القدس القديمة وفرع قسم للأطفال في مستشفى المقاصد ومدرسة أيضا في مدينة رام الله هناك الكثير من المشاريع وهذا ليس بجديد عليكم يا أهل البحرين نجاح هذه الحملة الوطنية التي لا زالت مستمرة عكست وقوف مملكة البحرين تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة في الأزمات والظروف الإنسانية وخاصة مع الأشقاء الفلسطينيين فالترابط والتماسك يكون حاضرا ليثمر من خلال تلك الأياد البيضاء مد يد العون والمساعدة انطلاقا من واجبها الإنسان لإيقاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين الذي يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر